تتسارع الأحداث الدولية حول المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا التي تسثر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا وزير الدفاع التركي خلوص أكار قال إن مركز العمليات المشتركة بين أنقرة وواشنطن سيبدأ عمله اعتبارا من الأسبوع المقبل وأوضح أكار أن التحضيرات لمركز العمليات شارفت على الانتهاء مشيرا إلى أن الطائرات التركية المسيرة بدأت إجراء طلعات في المنطقة بموجب الاتفاق الذي تم مع الوفد الأمريكي في أنقرة قبل أيام من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا جيمس جيفري إن هناك خلافا بين الولايات المتحدة وتركيا حول وحدات حماية الشعب الكردية إذ تعتبرها تركيا منظمة إرهابية كونها تهدد الأمن القومي التركي بينما تختلف الرؤية بالنسبة لواشنطن التي تعتبرها مجرد مواطنين سوريين غير إرهابيين وأكد جيفري أن الوحدات ستبتعد عن المناطق الحدودية مع تركيا عند إنشاء المنطقة الآمنة التي يتم العمل على إقامتها حاليا وبالتزامن مع ارتفاع حدة التهديدات التركية بدأت قوات سوريا الديمقراطية بزراعة الألغام وتفخيخ الأنفاق في مناطق سيطرتها في مدينة تل أبيض وصولا لمنطقة رأس العين القريبة من الحدود السورية التركية تحسبا لأي تحرك عسكري ضدها من قبل أنقرة بحسب موقع نداء سوريا ملامح الخطوات الأخيرة تبدو واضحة على ما يبدو في الاتفاق التركي الأمريكي الأخير فهل ستنجح أنقرة بإقامة المنطقة الآمنة التي اقترحتها مع بداية الحرب في سوريا أم أن واشنطن ستستمر في مماطلتها بتنفيذ الاتفاق بين الجانبين اشتركوا في القناة